اشتركوا في القناة وذكرنا تفاصيل هذه الزيارة الكريمة وما فيها من البشارات وما فيها كذلك من النذارات بأن الملائكة أنذرت قوم لوط بوجود إبراهيم عليه السلام وذكرنا أن الذين كانوا يعيشون في الشام هم إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة ولوط كذلك الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قبيلة سدوم أو إلى عمورية وذكرنا كذلك أن لوط وإبراهيم هما أبناء عمومة فلوط كان ابن عم لإبراهيم عليه السلام فكانت بينهما زيارات وكان بينهما صيلة لقرب المكان بطبيعة الحال لوط عليه السلام بعثه الله عز وجل كما ذكرنا سابقا إلى قوم كثر فيهم الفساد والانحطاط الأخلاقي أي جميع الصور الدنيئة من صور الفاحشة والفساد الأخلاقي قد جاء بها قوم لوط من الزنا واللواط كما يسميه بعض الناس والسحاق والفواحش والتعري وغيرها من الفساد الأخلاقي التي هي أو لا يفعلها إلا الحيوانات والبهايما جلكم الله كان يفعلها قوم لوط فبعث الله عز وجل لوطا إليهم لكي يحذرهم من هذه الفواحش قصة لوط عليه السلام ذكرها الله عز وجل في كتابه في أكثر من موضع والعلنا نعرج على بعض هذه الموضع يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط المرسلين أي أنهم فوق طغيانهم الأخلاقي بلغ طغيانهم أيضا إلى الكفر بالله عز وجل يكفرون بالله وبأنبيائه وباليوم الآخر فكانوا من الفاسقين الكافرين الجاحدين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون لأن لوط عليه السلام كان منهم يعني كانت القبيلة التي جاء منها قوم لوط كانوا يرجعون إلى نسل واحد فكان أخوهم لوط يعني أخوهم في النسب فهو يعظهم يقول ألا تتقون ألا تخفون الله ألا تخشون أن يحل عليكم غضب منه سبحانه وتعالى إني لكم رسول أمين أنا لست بفاجر ولست بكاذب إني رسول من الله عز وجل صادق أمين لكم فاتقوا الله وأطيعون ثم يقول الله عز وجل عن لوط عليه السلام وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لا أريد منكم لا مالا ولا منصبا ولا جاها ولا شيئا من أمور الدنيا أنا أريد منكم فقط أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وتترفعوا عن هذه الدنايا فقال لهم لوط وهو يذكرهم بهذه الفواحش التي وقعت منهم أتأتون الذكران من العالمين كيف للذكر أن يأتي الذكر والله عز وجل قد خلق الذكر والأنثى ليتزاوج ويكون منهم النسل البشري فلا يأتي الذكر حتى في البهائم يعني أنتم قد انتكست فطركم وفعلتم ما لم تفعله حتى البهائم من إتيان الذكور للذكور وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أي أنتم قد عاديتم أنفسكم وتعديتم الفطر السليمة وأتيتم ما لم يأذن الله عز وجل به وخالفتم الفطرة السليمة من إتيان الذكر للأنثى بالشكل المشروع ويذكرهم لوط بهذه الجرائم التي وقعت منهم ثم هم يجيبوا لوط عليه السلام بقولهم قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين يعني يا لوط إن لم تنتهي عن دعوتنا إلى دينك وإلى هذا الذي تقوله من النصح والإرشاد وكفنا عما نفعل سنخرجك من قرية سدوم أو من قبيلة أو قرية عمورية لتكونن من المخرجين فقال لهم إني لعملكم من القالين أي من الهاجرين ومن المبغضين لهذا العمل الذي تعملونه رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين كيف كان عذاب قوم لوط سنذكر ذلك بعد هذا الفاصل أحياكم الله إخوان المشاهدين أخواتي المشاهدات ذكرنا قبل الفاصل كيف استمر لوط عليه السلام بدعوة قومه إلى ترك هذه الفواحش وكيف استمر قومه بالعناد والطغيان على فواحشهم وظلمهم لأنفسهم بهذه الرذائل التي ارتكبوها ذكرنا قبل حلقة أو حلقتين أن الملائكة جاءت لإبراهيم ضيوفا ليبشرونه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وكذلك ليبلغوا إبراهيم أن الله قد أرسلهم لإهلاك قوم لوط فقال لهم إبراهيم يقول للملائكة إن فيها لوطة إن في القرية التي تريدون أن تنزلوا أعذاب الله عليها إن فيها لوطة قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيينه وأهله أجمعين يعني سننجي لوطا وأهله أجمعين وفي آية أخرى استثنى الله عز وجل من أهل لوط من المهلكين امرأته التي كانت توافق قومها في جرائم وفضائحهم لكن لم تكن تعمل عمل قوم لوط والشاهد والدليل على ذلك كما يقول الله عز وجل في خاتمة سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ليست خيانة الفراش المقصود بالخيانة هنا خيانة الدين أي أنهما لم يكون على دين نوح ولا على دين لوط فكانت امرأة لوط كافرة موافقة لقومها في جرائمهم من الكفر والفساد الأخلاقي فأهلك الله عز وجل امرأة لوط مع قبيلة أو قوم لوط فيقول الله عز وجل في هذه الأحداث عندما ذكر الله عز وجل عن لوط رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا لأن لوط عليه السلام كان رجلا كبيرا إلا عجوزا إلا امرأته كانت من الغابرين أو في الغابرين ثم دمرنا الآخرين ويقول الله عز وجل في آية أخرى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فيقول الله عز وجل بعد ذلك وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين أهلك الله عز وجل قرية سدوم وقرية عمورية المكان الذي كان يسكن فيه لوط وقومه وقبيلته بأن أرسل الله عز وجل عليهم مطرا من السماء لكن ليس كمطر عادي وليس ماء إنما مطر فيه عذاب أليم غليظ كما يقول الله عز وجل في آية أخرى أرسل عليهم حجارا مسومة يعني حجارة من نار مسومة أي أن أسماء الظالمين مكتوبة على هذه الحجارة يعني تخيلوا حجارة من السماء مسومة أي موسومة على كل شخص منهم هذه الحجارة لفلانة من قوم لوط فأهلكهم الله عز وجل في ساعات قليلة وفي تفاصيل أيضا إهلاك قوم لوط أن الله سبحانه وتعالى قد جعل عالية قريتهم سافلة إن الله قد قلب عليهم هذه القرية في لحظات قليلة لكن تفاصيل العذاب التي نزلت على قبيلة القوم لوط سنذكر تفاصيل ذلك بإذن الله في الحلقة القادمة إلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر